بحضور معالي مريمت محمد المهيري وزيرة تغير المناخي والبيئة ومعالي سعيد محمد الطاير رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والعضو المنتدى بالرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومشاركة سعادة باتريشيا اسبينوزا الأمينة تنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تم اليوم خلال مؤتمر صحفية الإعلان عن أولويات برنامج أسبوع المناخ الإقليمي الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعقد في دبي للمرة الأولى في المنطقة من الفترة الثامن والعشرين إلى الواحد والثلاثين من مارس الجاري في فندقة لانتسا نخل دبي وتصدفه حكومة دولة الإمارات العربية وخلال كلمتها قالت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة تشهد وطيرة التدعيات السلبية والظواهر المناخية المتطرفة التي يقف وراءها تغير المناخ تسارع متزايد عاما بعد الآخر وأضافت وفي إطار التزامنا الدولي نحو العمل المناخي ومسيرتنا التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود نفخر باستضافة دولة الإمارات لأسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يؤكد على التزامنا الدائم بتحفيز وقيادة جهود مواجهة تحدي تغير المناخ على المستويين الإقليمي والعالمي بشكل يواكب ويراعي متطلبات كل منطقة